ازايكم النهاردة على اللخص فيلم دكتور دولاتل اللي بيتكلم عن دكتور بايتاري بيقدر يفهم لغة الحيوانات وكمان بيتكلم معاهم قبل بس ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو دوت لخمس تلاف لايك كمان لو مش مشترك خد لك جولة في القناة واشترك فيها بيبدأ فيلمينا بقى بدكتور بايتاري اسمه جون اللي بيكون عنده موهبة مميزة وهي فهم لغة الحيوانات والكلام معاهم لدرجة انه مع الوقت بيبقى مشهور جدا وكل المزارعين ومربين الحيوانات الاليفة بيتمضوا عليه في علاج الحيوانات بتاعتهم في الوقت ده بيكون جون موجود في المستشفى بتاعته هو بيبقى عنده حجوزات كاشفي كتير قوي فبيضطر يجمع كل المرضى في غرفة واحدة وبيسمع مشاكلهم بس بيعرف ان كلهم بيعانوا من مشاكل نفسية مش عضوية زي مثلا ان فيه كلب اسمه ميدي حاسس بقلة ثقته في نفسه بسبب ان صاحبه بيجبره دايما يتعارك مع الكلاب اللي اشرص منه فبينصحه جون انه يدور على عائلة تانية يعيش معاهم وده اكيد هيحسن من حالته النفسية وبيكرر جون مع الوقت انه يبدأ يعالج الحيوانات بشكل نفسي لانه بيقدر يسمع مشاكلهم وبيفهموا مبيعانه من ايه وطبعا الموضوع دوت بيخلي حجوزات الكاشف عنده بتزيد اكتر واكتر وبالتالي وقته بقى دايق جدا خصوصا كمان انه بقى بيسافر بلاد كتيرة واصبح كمان شخص مشهور في مجال الطب النفسي للحيوانات المهم بيرجع جون على البيت بعد رحلة طويلة من الصفر حوالين العالم وبتستقبله مراته ليزا هي وبنتهم مايا وبيعرف بالصدفة ان النهاردة عيد ميلاد بنته التانية شيري فبيطلب من ليزا ان اتحضر لها مفاجأة عشان يستعدوا للعد ميلاد فبتقوله ليزا ان شيري عايزة تقضي عيد ميلادها مع مايك حبيبها الجديد بس جون بيتعصب وبيكرر يطلع يكلم بنته في الموضوع عشان تغاية رأيها لكنه بيفضل يخبط على الباب وهي مش بتفتح له بسبب انها لابس سماعات الاغاني في ودنها فبيضطر يدخل لها من الشباك عشان يتكلم معاها بس بيتفاجئ ان فيه ايرد ساكران واقف عند الشباك وبيطلب ان يروح فورا للغابة وده عشان يقابل القندس الملك لان فيه كارثة هتحصل فبيتعصب عليه جون وبيطلب منه مايكلمش معالة بمعاد عشان مايخدش حجوزات باقي الحيوانات اللي جات قبليه بعدها بيتصل ببنته عالتليفون عشان تسمعه تفتح الباب واخيرا بنته بتاخب بالها ساعتها بيكلم معاها وبيكترح عليها تجيب حبيبها للبيت في عيد ميلادها وده عشان يحتفلوا كلهم مع بعض بس الشيري بترفض كلامه وبتقوله انها عاوزة تخرج اليوم دوت فبيحتفلوا هما الاتنين مع بعض لحد ما بيشوف جون بالصدفة نتيجة الامتحانات بتاعت شيري وبيعرف ان درجاتها سيئة جدا فبيزيد غضبه اكتر واكتر وبيقول لها ان ده شيء محرج ليها فبتستهزق بي شيري وبتقوله ان الاحراج الحقيقي ان والدها بيكلم الحيوانات فبيحاول جون يتملك اعصابه اكتر واكتر وبيكرر يمشي كلامه عليها وبيعرف ان لو منافزتش اوامره اكيد هيعقبها بعدها بياخد منها التليفون وبيتفاجئ اصلا ان رقمه ومش متسجل عليه فبيقول ليزا ان بنته بتعتبره مش موجود اصلا في حياتها فبيتعرفه ليزا ان ولاده زعلانين جدا نتيجة سفره متكرر وانشغاله بحياته العملية طول الوقت اللي فات وفعلا جون بيحس بالحزن وبعدها بيجيب رقم مايك من على التليفون شيري وبيتصل عليه وده عشان يخليه يبعد تماما عن بنته لكنه بالغلط بيتصل على رقم والده وهم جرب ما بيسمع الصوت فتح السيكة بيفضل يشتم ويزعق في التليفون وبالتالي والد مايك بيزعق معه وكمان فبتاخد ليزا الموبايل وبتعتزل والد مايك على سوق الفهم اللي حصل وفجأة وقتها بيرن جرز البيت فبيفتح جون الباب وبيتفاجئ ان مايك جيه عشان يقعب مع شيري وقبل ما جون يطلب منه نيابعد عنها بيتفاجئ ان شيري جات وبتقول له مايك انت لازم تحضر عب ميلادي في البيت مع اهلي فبيعرف جون ان بنته اخيرا سنعت الكلام فبيكرر ان يتراجع عن قراره وفعلا الكل بيتجمع في الاحتفال وبيحاول جون انه مايبانش عصبي قدام بنته لانه اصلا كاريه وجوب مايك معاهم واثناء ما هما بيتكلموا بتيجي معايا وبيبلغ والدها ان عندهم زيارة واما جون بيشوف الضيف بيلاقيه حيوان الراكن وبيطلب منه يتكلم معاه فورا فبيخرج جون وبيطلب منه ان لازم يمشي فورا لانه مشغول بعد ملاب بنته دلوقتي فبيقوله الراكن انه لازم يجي للغبة تاني يوم الصبح قبل فوات الاوان فبيبدأ جون يحس ان الموضوع فعلا خطير وبيقوله انا فعلا هاجي بس لو عرفت انك بتكذب عليها هواديك السرك كعقاب ليك وبعدها بيرجع جون للبيت وبتكون وصلت طرطة العب ميلاد ولكل ساعتها بيحتفل بشيري وقبل ما تطفي الشامعة بيخرج فارين من الطرطة وهما بيغنولها فبيخدهم جون بسرعة برا البيت والفارين بيقولوله انهم كان بيحاولوا يفاجئوا بنته مش اكتر بس جون بيقولهم انتوا كده بواستوا العب ميلاد بغبائكم بالليل بقى بتكون شيري قعدة في غرفتها لوحدها لان للأسف عب ميلادها باز فبيروح لها جون وبيحاول يصالحها وبيقول لها انه قرر ياخد اجازة من الشغل وده عشان يقضي معهم وقت اكتر الفترة الجاية وبيعرض عليهم كمان يسافروا في اجازة لاوروبا عشان يعوضها عن عب ميلادها اللي باز فبتفرح شيري جدا وبتشكر والدها على كلامه وفي تاني يوم بقى بيروح جون للغابة عشان يقابل القندس الملك ولما بيوصل بيقوله الملك ان البشر هدوا كل الاشجار اللي في الغابة وكمان ضمروا بيته هو وعالته وده عشان يستغلوا خشب الاشجار في التجارة بتاعتهم ودلوقتي هو مش عاوز يسيب بيته وارضه اللي تربى فيهم من سنين طويلة فبيقوله جون ان الاشجار اللي اتهدت بسيطة وانه ممكن يروح يعيش في اي مكان تاني بس الرقم بيعرفوا ان مشروع خالع الاشجار دوت اتنفذ على معظم مساحات الغابة وبكده كل الحيوانات اللي بتعيش على الاشجار هتموت من الجوع والبرد فبيروح جون وقتها عشان يتأكد بنفسه وفعلا بيلاقي ان المكان فيه فوضى كبيرة وان فيه حيوانات كتير جدا ما بقلهاش بيت فبيتصل وقتها على مراته ليزا وبيطلب منها تساعده انها تلاقي حل في الموضوع دوت لانها محامية فبيتقوله ليزا ان اصحاب شركات الخشب دور رجال اعمال وليهم نفوس كبيرة وبتنصحوا يبعد عن الموضوع تماما وإيه اللي هتحصل له مشاكل اما بقى الحل التاني انه يحاول يتعامل معاهم بالشكل القانوني بما ان يعني فيه قوانين كتير جدا اللي حقوق الحيوان واللي بتحميهم من الانقراض او انتشار الامراض ولو هيلجأ للحل التاني فلازم يبحث في الغابة عن فصيلة حيوانات ممكن تتعرض للانقراض عشان يستخدمها ضد رجال الاعمال وقت ما يرفع عليهم القضية في المحكمة بعد شوية بقى بيقعد جون عشان يفكر ازاي هيلقي حيوان جوا الغابة مهدد بالانقراض فبيجيله فكرة ان يروح ليوجين صاحب حديقة الحيوان عشان يستفيد بخبرته عن الغابة فبيقول ليوجين ان فيه فصيلة من الداببة مهددة بالانقراض وضي فصيلة اسمها غرب المحيط الهادي والغابة ديت فيها انثة واحدة بس من نفس النوع اما الذكر فموجود جوا السيرك اللي تبع الحديقة بس جون دلوقتي هتقابله مشكلة ان الدب ما يعرفش اي حاجة عن الحياة البرية في الغابة ده غير ان مشهور باسم الدب وعنده معجبين كتير وبالتالي صعب جدا اقناعه بفكرة الخروج من السيرك بس جون بيطمنه ان هيتصرف في الموضوع دوت بالليل بقى بيرجع جون على البيت وبيبلغ عائلته انه هيأجل السفر لاوروبا لان فيه قضية مهمة جدا حلها معتمد عليه هو وبيطلب من بنته تتفاهم الموضوع بدون اي زعل وفعلا بنته بتتقبل الموضوع وفي تاني يوم بيروح جون للمحكمة عشان يقدم شكوته ضد انتزاع الاشجار واللي بتتولى القضية ديت مراته ليزا وقتها بيتقدم محامي تبع شركات الخشب وبيقول للقاضي انهم مش هينفع ياخدوا دب من السيرك ويحاولوا الحياة البرية لان دوت هيعرض المدينة كلها للخطأ خصوصا من الدب حيوان بطبعه هجومي وشرس ومعندوش اي خبرة عن قوانين الغابة واكيد خروجه من السجن هيسبب له حالة من الخوف وبكده ممكن يخرج للمدينة ويقذي اي حد فبيقاطع جون كلامه وبيعرفه انه هيقدر يسيطر على الدب وانه هيتحمل الموضوع على مسئولياته الخاصة فبيقتنع القاضي اول ما بيشوف جون لانه عارف قد ايه هو شخص نجح في شغله بس بيدونه مهلا لمدة شهر واحد بس لوقف قانون قطع الاشجار ولو انتهت المدة فهيخلي الشركة تكمل في المشروع بس بشرط ان الدب ما يقربش من المدينة نهائيا وطبعا جون بيوافع على كلامه وبيخرج من المحكمة وهو منتصر وبيكون متجمع حولي الصحفيين كلهم عشان يعملوا معاه لقاء بالليل بقى بيروح جون للسيرك عشان يشوف الدب ارتشي واللي بيكون دب مرح جدا وكمان بيقدم عروض طرفهية بشكل احترافي ومميز وبعد ما بتخلص فقرة السيرك بيروح له جون عشان يتكلم معاه وبيحاول يقنعه بفكرة انه لازم يمشي من المكان دوت ويعيش بقى حياته كاي حيوان بري خصوصا انه هيقابل حب حياته الدبه اللي موجودة في الغابة بس ارتشي بيعترض على كلامه بحجة انه عايش حياة سعيدة جدا جوا السيرك خصوصا مع جمهول اللي بيجيله عشان يتفرج عليه وبيعرفه انه ده شيء بيخليه مبسوط قوي بس شون بيعرفه خطرت الموضوع وبيقوله فاصلتك مهددة بالانقراض ولما روحتش للغابة دلوقتي فهتنتهي سلالتك للأبد خصوصا كمان انها ياخد شهرة كبيرة لو قدر يتغلب على خوفه من خروجه برا السيرك ساعتها بيقتنع ارتشي بكلامه وبيوافق عليه في تاني يوم بين الجون هو وعائلته لبيت جنب الغابة عشان يعرف يتابع تصرفات الدب ارتشي زي ما هو عايز وساعتها بيعمل اجتماع مع كل الحيوانات اللي في الغابة عشان يخليهم يتعرفوا على الدب بشكل أوضح بس ارتشي اول ما بيخرج من القفص بيفضل يرقص ويغني في محاولة منه يعني انه يبهر بقية الحيوانات بس مع الاسف محدش بيهتم باللي بيعمله وبيسيبوه وبيمشو المهم بيروح جون و ارتشي للغابة عشان يتعرفوا على الدب واللي بيكون اسمها ايفا ساعتها جون بيكلم معها وبيقول لها انه جاب لها حد من نفس فاصلتها عشان تحمي نوعها من الانقراض ولكن ايفا ما بتهتمش به خالص لان بالنسبة لها بيكون دب غريب قوي وتصرفاته مغرورة وبتقول لجون انه عندها صديق من نوع تاني وده دب بره بيقدر يصطد ويحميها من باقي الحيوانات المفترسة فبيكرر جون يحاول معاها لحد ما توافق فبيعب بالليل عشان يفكر في حل وبيتفاجئ ان مايك جيه للبيت الجديد عشان يقدق اجازة نهاية الاسبوع وطبعا جون بيتعصب جدا من اللي بيحصل بس بيتطر ان يوافق عشان شري ما تزعلش بعد شوية بقى بيقعد جون هوا والضب ارتشي وبيفرجوا على فيديوهات بتعرض حياة الدباب عاملة ازاي في الحياة البرية وده عشان يقدر يتعلم منهم وفي تاني يوم بيروح يدربوا على الصيد عشان يعتمد على نفسه بس بالغلط ارتشي بينزل تحت المياه وكانها يغرق فبيخرجوا جون على اخر اللحظة وبيعملوا اسعافات اولية وبيقولوا انه محتاجة تعلم السباحة الاول قبل الصيد بنشوف بقى من بعيد ساعتها واحد مجهول عمالي رائب جون والضب وبيبان كده انه تبع شركة انتزاع الاشجار المهم بيكمل جون التمرين بتاع الضب ارتشي مع الاسف بيكون الضب فاشل جدا وما بيقدرش يعمل كل المهام لدرجة انه بيستغرب هوالي الضب بيعمل بيات شتوي وبينام لمدة شهور فبيبقس جون وبيلجأ لحل تاني وبيخلي ارتشي يروح يقعد مع دابة بتانية على امل انهم يساعدوه وبيسيبهم يعودوا مع بعض في قفص واحد عشان يمنع كل محاولات ارتشي من التهرب من التدريب بس لما بيرجعلوهم بعد شوية بيتصدم لما بيلاي ان ارتشي هو اللي اثر عليهم وكمان علمهم حية للسرك اللي يعرفها فبيفقد جون الامل تماما وبيعودي كلم مع الدب بشكل ودي وبيعرفه انه لازم يوصل لغارسة البقاء اللي جواه وياخد الموضوع بشكل جدي اكتر من كده لانه ما تخلقش اصلا عشان يعيش في السرك وبس خصوص ان حياة البرية ممتعة جدا لو هو قدر يفهمها واخيرا ارتشي بيتفاهم كلامه وبيدق التدريب بشكل حقيقي وبتعدى ايام والمعنى اللي جون اخدها من القاضي بتبدأ تقل فبيروح جون هو والدب عشان يقابله ايفا لكنها بتكون مع بير صاحبها وكالعادة برضو بترفض انها تقابل ارتشي ساعتها ارتشي بيحزن جدا وبيروح يحبس نفسه في الكهف فبيروح له جون وبيفكروا بهدفهم في انقاذ الغابة وبيعرفوا ان لازم يفضل يحاول حتى لو هيموت فبيتخانق معاه الدب وبيرميه من فوق الكهف ساعتها بيقع جون على ظهره وقتها الدب بيحس بالقوة وبيكسب ثقة اكتر في نفسه وبعدها بيروح ل ايفا وبيديها سمكة عشان يحاول يكسب قلبها بس ايفا بتقوله ان بير استضلها ميت سمكة وبكده هو اقوى منه بس ارتشي بيقدر يفرحها لما بيقول لها كلام حلو زي ما تعلم السيرك وعيشته مع البشر وساعتها ايفا فعلا بتبدأ تعجب به وبيفضلوا يجروا ويلعبوا في الغابة بعد شوية بيوصلوا المكان عالي عليه جزع شجرة وفي نهايته خلية نحلة عملاقة ومليانة بالعسل وبتقوله ايفا ان فيه دي باب كتير ماتت لما حاولت توصل لخلية النحل وان حلمها توصل لها بأي طريقة فبيتبهها ارتشيب نفسه وبيقول لها انها هيقدر يوصل لها بس بشرط انها تعيش معاه ولكن ايفا بتفكره ان لسه ما عندهوش علم بحياة البرية وان هو في الاول والاخر تضب تربه في المدينة وبعدها بيجي تضب بير وايفا ساعتها بتسيب ارتشيب وبتمشي معاه بنروح بقى لجوم بعدها ووقت ما بيكون قاعد في مطعم مع بوتر وده يبقى صاحب شركة الاخشاب والمسؤول عن انتزاع الاشجار في الغابة ساعتها بيتفوض بوتر معه بيقول له انه هيعمل عشر فتدين وهيخليها محمية طبيعية للحيوانات وبكده هيكون حل ازمة الغابة بس جون برضو بيرفض كلامه لان المساحة دي هتكون صغيرة جدا عشان تستحمل كل الكم الكبير دم الحيوانات وبالتالي هيبدأوا يمشوا من الغابة وهيطلعوا من المدينة وده بالتأكيد هيعرض حياة السكان للخطر فبيقول المحامي انهم هيدوروا على حل يرضي جميع الاطراف بعد شوية بقى بيوصل ارتشي للمطعم فبياخدوا جون وبيتكلم معاه في الحمام وبيقولوا نو بوتر عرض عليه صفقة لكنه رفض واكيد هو مش هيتقبل رفضه ده بالسهل وبيعرفوا انه لازم يلاقي حل بسرعة عشان يكسب قلب ايفا فبيطمنوا ارتشي انه هيحل الموضوع ده في اقرب وقت ممكن بيرجع بقى الجون على البيت وبيتفاجئ ان بنت شيري متضايقة جدا لان موضوع السفر لاوروبا تأخر وبتفتكر ان والدها كده خلف وعده معاها فبيحاول جون يفكرها انه فعلا فيه مشكلة وبيخليها تفتكر كل الاوقات اللي وعدها فيها بحاجات كتيرة وفي الاخر نفذها فبتهدى الشيري من كلامه وبتتمنى له ان يحل المشكلة في تاني يوم بيعمل ارتشي حاجة مجنونة جدا وبيكرر انه يروح يجيب خلية النحل من فوق الجبل بس جون بيحاول يمنعه لانه كده هيعرض حياته للخطر بس ارتشي بيكون لسه متمسك بقراره فبيكمل في طريقه لحد ما بيوصل لخلية النحل بس مع الاسف جزع الشجرة ما بيتحملش وزنه وبيبدأ ينهار وكمان النحل بيخرج من الخلية وبيقرسه من وشه ومن جسمه فبيساعد جون وبيمسك جزع الشجرة لحد ما بيوصل الخلية وبيجيبها اخيرا في الوقت ده بتكون الحيوانات متجمعها وبتفرح جدا بالانجاز اللي عمله بعدها بقى بيروح ارتشي عشان يدي الخلية لإيفا اللي اخيرا بتعترف انه اشجع دوب شافيته في حياتها وانها مستعدة تعيش باقي حياتها معاه وبكده خطة جون نجحت اخيرا بس بيتها شخص غامض وبيضرب ارتشي برصاصة فيها حقنا فبتسبب له حالة من الغضب والشراسة وبيخرج ارتشي من الغابة للمدينة وبيضمر جراج ومحلات بيع الاكل لدرجة ان الشرطة بتحبسه في قفص عشان تقدر تسيطر عليه ساعتها بيتصدم جون جدا من اللي حصل وبيسأل الحيوانات اللي كانوا موجودين في المكان وقته يقوع الجريمة ساعتها بيقوله الملك ان فيه شخص جيه وضرب ارتشي برصاصة ومن وقتها هو بقى في الحالة الغريبة اللي هو واصلها فبيروح جون وبيطلب من مراته ليزا دافع عن ارتشي في المحكمة مرة تانية وفي تاني يوم بتروح ليزا عشان ترفع قضية جديدة وبتقول ان الشاهد على الواقع دا كانت الحيوانات اللي في الغابة بس مع الاسف القضي بيرفض شكوتها لانهم اكيد يعني مش هيخدوا اقوال حيوانات وبالتالي قرار ازالة الاشجار هيرجع من جديد وحياة الاف الحيوانات هتتدمر فبيروح جون وقتها على القفص بتاع ارتشي وبيعتذر له ان خلاه يتحمل مسئولية هو مش قدها خصوصا ان حياته دلوقت اتدمرت بس ارتشي بيقول له انا زعلان لان مش هقدر اشوف ايفا مرة تانية خصوصا ان مش عارف مصيرها هيكون ايه بعد تدمير الغابة فبتوصل شيري وبتسمع الكلام اللي بيقول والدها والاول مرة بتبدأ تتعاطف مع مشكلة ارتشي لانها كمان بتحب مايك وعارفة قد ايه هو مهم بالنسبة لها فبيشكرها والدها على موقفها الكويس معاه ومن بعدها بيقول ارتشي انه مفتقد ايفا جدا لانها حسسته انه اخيرا بقى ليه عيلة وده كان شيء بيحلم به من زمان فبتيجي فكرة الجون انه يجمع كل حيوانات الغابة وهيطلب منهم يعملوا انقلاب على صحاب الشركة ولازم يدفعون ارضهم وبيوتهم حتى لو كانت تمن الموت وفعلا الكل بيوافع على كلامه وفي تاني يوم بقى بتوصل شاحنات شركة نزع الاشجار من الغابة وساعتها بتقابل في طريقة عمايك والشيري وماية فبيمنعوهم انهم يدخلوا للغابة فبيحاول السوائين يتعاركوا معهم ويشيلوهم من على الطريق بالعنف لكنهم بيرفضوا انه يسيبوا اماكنهم بعدها الشيري بتنادي على باقي الحيوانات وبيتجمع الكل قدام الغابة وبيدفع عن ارضهم على الجانب الاخر بقى العصفير بتوصل الخبر لباقي الحيوانات في المدينة وبيبدأ الموضوع ينتشر في امريكا كلها ساعتها بنشوف الابقار بتعمل اضراب عن الاكل اللي في المزارع وكمان الكلاب الاليفة بتهرب من اصحابها وبيتحول الموضوع دوت لرأي عام واللي بيخلي كل الحيوانات تدعم اخواتهم من سرية ارضهم وبيتهم وطول الوقت ده بيكون ارض شي قاعد في السجن فبتروح اليامامة وبتسرق مفتاح القفص وبتخرجوا من مكان في نفس الوقت بقى بكمبيوتر قاعد في شركته وبيحاولوا مع بعض انهم يلاقوا حل بس فجأة بيجب عليهم مجموعة كبيرة جدا من الفران وبتبدأ ترعابهم فبيخرجوا بسرعة من المكتب وبيلاقوا قطيع من الزئاب الشجعان مستنينهم في ساحة الشركة فبيترعب بوتر وبيدخل بوا شركته وبيسيب المحامي برا للذئاب وبمجرب ما بوتر بيدخل الشركة بيلاقي ان ارض شيف وشه وبيحاول يخلص عليه فبيخاف بوتر جدا وبيقول له خلاص هعمل لك اللي انت عايزه وبعدها بيتصل على جونو بيقول له انه يمنع قرار ازالة اشجار الغابة وكمان هيقفل شركته بالكامل وبيطلب منه انه ينقذهم الحيوانات اللي عايزين يموتوه فبيقول له جون دي غلطتك من الاول لانك استغلت مخلوقات مسالمة وما كانش يليها عدوة مع اي حد وانه لازم يدفع نتيجة اخطاءه ديت فبيبدأ بوتر يترعب اكتر وبيقول له انه عنده ولاده وما ينفعش يفقد حياته فبيطلب منه جون انه يدي التليفون للراكن ساعتها بيتكلم الراكن مع جون وبيقول له انه محدش هيمشي من الغابة اللي لو الشرطة اعترفت بشهادة الحيوانات وفعلا الموضوع بيمشي زي ما هم عايزين بالزبط وبيخلص الصراع على الارض وللأبد وبتمشي عربيات انتزاع الاشجار من مكان وهم مهزومين بعد فترة بقى بيكون ارض شيء جاوز ايفا وقدر انه ينقذ فصلته من الوقرات وبيكون واضح عليه انه مبسوط جدا لانه وصل السلام اللي هو كان بيحلم به وكمان قدر يكون عيلة خليته مبسوط اكتر من حياته اللي عاشها قبل كده في السرك وبيخلص الفيلم لو عاجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خدلك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلام